موسيقى واحد شاي كشر وأنا لو مش من هنا يعني وأدور على شغل تشهر علي بإيه؟ تشتغلي؟ تشتغلي إيه؟ تنخدم يعني؟ أه حاجة كده في حد قريب لا أنت هنا في المنتزة من فيش الكلام ده أنت لازم تطلعي بره منتزة أصلاً تطلعي بقى هناك في مكتب الحجة وصباحة المصباح من دي يعني خدمتية؟ آه طب صمعتها إيه دي؟ محترمة ومتدينة وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة طب ينفع رحلها دلوقتي؟ لا، ده النهاردة الجمعة أنت ترحلها بقى بكرة السبت من بادري بكرة السبت؟ والنهار السود هادت فين أنا؟ أنت لازم تطلعي بره منتزة وتدوري على مكان تتاوي فيه لأن المنتزة مفيهاش بيات أصلاً طب وعنوانها إيه الست دي؟ تشرب الشاي وأنا أدلك على عمارة شكراً 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 يا حبيبتش أنا ما عملتش حاجة أنت هتركبيني كده زنوب طب.. أصلي فين يا حج؟ بص يا حبيبتي أخر الطرقة كده في حمال اتوضي وبعدين هتلاقي على إيدك الليمين كده الأوضة اللي تصلي فيها حاطر عن إذنك يا حج فضال يا حبيب ربنا يخلك يا ربنا يساعدك ربنا يبايد عنك عدوينك لا ولا قوت إلا بالله موسيقى يا زينب زينب يا حبيبتي أنا همشي بقى يا حبيبتي طيب يا حبيب وهقفل عليك من بره زين ما قلتلك ومش هتخافي وانت قاعدة لوحدك ربنا معايا يا حبيب يا حبيبتي يا ربنا معاك بقولك تقفلي الشبابيك والإزاز وتطفي الأنوار حاطر بأمان الله يا حبيب اللهي خليك يا حبيبتي وعليك اللي سلام عليك سلام عليك سلام عليك بمس شباب موسيقى يا راشد يا جنيح بقالك سنتين غايب عني ويوم ما تحب تشوفني يبقى عايش تستيل الفلوس هعمل ايه بس يا عم القام دي الدنيا مع كوكا معاها الاخر والله عالناس كلها يا ابني بس انا اتجوزت اتجوزت يخص عليك يا ناب انا معرفش اولا مش في مقام ابوك والله العظيم تارتها كده جات عالضيق وفي السريع ما انت عقارف الجواز كله انتزامات من غير ما تحكي كتير انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس خدي يا عم عشان لما تقصدنا في حاجة ماينفعش اقولك لا مائة خمسين جنيه مرة واحدة على عموم تشكر ما قلت ليش الجوازة دي حصلت امتى وفين لا دي حكاية طويلة احكيها لك المرة الجاية نسا مائة خمسين جنيه سمو عليكم عليكم السلام مائة خمسين جنيه المائة خمسين جنيه اللون كنت بأخرجة يا بصيلي كده لي تعالي خروجي ما تخفيش فيش حد غيري أنا انتي جميلة أنا اسمي عسلي لا عسلي اي أنا اسمي زينب وانتي اسمك اي انتي لازم تستحملي معي اي لازم تستحملي احنا كده شكلنا مناش غير بعض يا دورة الدنيا مخبيه لنا اي حسنا كما تستحملي موسيقى سأتحدث مع شرم الشيخ و بعد ذلك سأتحدث مع كايرو حسنًا؟ يومانا، و كلميني بعدها أكون أنا شفت بنتي لهلوبة نتحدث مع الشرق أمثل و بعد2 يوم حسنًا، سألتحدث مع الشرق بعد 2 يوم يا زيلب، أنت تتكلم انجليزي يا بيت طب عرفتيه إزاي و إنت و إليه أه، أمثل اتكلم يعني أنا بقى حكيني القصة كده هاستأذنك أنا بقى خمس دقيقة أروح أصلي العصر وارجعني طيب يا اختي روح يا حبيب أنا كنت لقيت دي على الأرض مبارح وأنا بقى ورده بالمكتب ممكن ايه؟ عن إذنك فرداري يا دي الكسوفياني بتتكلم إنجليزي يا حق صلاح هاوي قابل هاوي ده ايه ده؟ ده أنا معايا ما أحد سنتين لا سلكي ومعرفش أقول كلمتين على بعض من هي قالتهم ده لا والله البت دي ممتازة قاوي 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 وهدية من عندك يا رب أحمدك وأشفر قد بقولك ايه حجة شوفي كده بطنيتين قدامي وكام هدمة من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي وديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب وديني برد عليها قاويها والله يا حاجة أنا عندي بطنيتين في المكتب بوجداد مش قدام ومن ديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب ومع ذلك حاضر من عيني الاثنين أنا هاجب لها هدوم مش قديمة هدوم جديدة محترمة كمان ربنا يا بريكا الله يخليكا طب بعد إذنك حاجة ما عليش اسمح لي يا صلاحة افضل أنا ايه أنا بس عايزة أشارك كده بأي حاجة هاتي لها اللي انت عايزان جناليب اللي بس اللي انت عايزان أنا عايزة أخد السواب كده ماشي ماشي يا محروس من عيني الاثنين ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك سوابها إن شاء الله بنا يا بريكا سلام عليكم يا حج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتكم لا 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 لازعلان من نوك والله تصوّعيني من غير أكل الحج دلوقتي لا يا حج وهتزعل معليش حقك علي أنا بس كنت مع زينة ببشتري لها شوية هدوم اه اه أنا السواب الحج اولي ام كان بكتوا بداحك معاك بس هاتي السندوتشات يا زينة بتعلي لك والسوا أنا وانتي والحج لا معليش اتعش انتو أنا لسه أصلي العيشة ومتوضيها الحمد لله أصلي فين يا حج قبال الله يا بنتي بص يا بنتي إدي ضهرك للشباك القبلة كده على طول اه هو السجدة عندك على إيد الكورسي قبال الله بإذنك بإذنك قبال الله قبال الله يا حبيبش تعالي عوضي انت بك أه 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 ربنا يكرمك يا حج الله يخليك أه قديك بقى السندوتشات الحسنين تجعان أه خد أنا أه أنا عايز أطلب منك طلب يا حج أموري يعني أنا بفكر كده يعني إن زينة بتيجي تبات معانا هنا أصلي بصراحة يعني المكتب بارد قوي وأنا صعبان علي والبت باين عليها بنتي ناس ما تبرمطتش قبل كده اللي تشوفيها حجة تحت أمرك ربنا يخليك ويراضيك يا حج يا زينة يا بنتي يعني بسم الله ما شاء الله أنا شايفك يعني حلوة وجميلة وزي الأمر ومتدينة أه إنتي ما تخطبتيش قبل كده هيحصل إمتى وفين يا حج إحنا ناس على قدنا ولا لنا أصحاب ولا لنا قرايب وبعدين في الأول وفي الآخر ده نصيب عندك حق يا بنتي عندك حق يا راجل اللي انت قلت قولة ده كسفت البيت أنا كسفتها ولا حاجة نفش أي حاجة أنا بس كنت بسألها السؤال ده عشان ليه غرض مني ماشي يا بو غرض ماشي بس بقولك على حاجة أنا حبتها قوي واني كمان عشان متدينة بتعرف ربنا حتى بعرفته صح ربنا يبارك فيها في أمسالها يا رب وفينا يا رب كمان إن شاء الله يا سنتي بكم طلحت عме نوعGreat البنا بنائل partout بتنجابسه غالما كده أصلاً واحدة على البقاء على الضوء إيه يا بنت الخاتم الرجال اللي إنتي لابسها ده ده جبير قوي شكل وحش قوي على إيدك ده بتاع أبوي الله يرحمه أبس أنا حبيت أفتكره والبسهوله على طول هفضل لابسه لغاية ما نموت لا إله إلا الله يا بنتي معلش أنا ما كنتش أعرف بس يظهر أبوكي كان بيحبك قوي الله يرحمه الله يرحمه أقوم أنا بقى أسلق الفراخ على ما أنت تخلصي حش والمحش نبي حكى خلينا أنا نلطبخ النهاردة أنا أكل حلوة يعجبك ده أنا شاطر أنا عارف أنك شاطر وصراحة أنا بتلكك أنا كمان مالش نفس أعمل حاجة النهاردة وإنتي بقى عايزة دوق أكلك بقى وطعامته باصل إنتي بتفكريني ببنتي صباح ربنا يطمني عليها دايماً يا رب يا رب أنا بطلع فرختين جوه أصلا محروسة أخو الحاج صلاح حيجي يتغدى معنا النهاردة شكله طيب قوي والله أنتو عيلا كلكو طيبين ولاد حلال والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظه قليل قوي عارفها مراته ماتت من مدة كده ومن ساعتها ما شمش أي ست يعني كانت عيانة؟ لا يا أختي نامت ما صحيتش الصبح سابع سنين متجوزها ومخلفتش ومع ذلك كان شايلها في حبابي عنين وكان راضي باللي أسأموا ربنا لا حاول ولا قوة إلا بالله لا يرحموا على فك يا سلام لا لا يا حبيبتي ده كده تمام قوي تسجم إيديك سمي بقى وعودي كل يلا كتر خيرك يا حبيب؟ لا لا ما ينفعش يا بنتي عودي ده نا اهل عودي انتو عودي تاكلي متكسفونش ولا انت مكسوفة مني عودي كل عشان يبعيشوا ملح بني شو بقى عمايل زينب ها اللهم بتسلم إيديك يا زينب بسطة بجد ها انت عمرك ما قلت على أكل حد حلوة مش معلدة دلوقتي يعني لا حلوة قل يا بيت انت مكسوفة يا سلام الله 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 قوي 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 لا 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 أبني قوي بسيئة لا قول نحاق دلوقتي قول نحاق ماشي بقولك يا يا بنتي فكرين انك انت تديني اسمك واسم والدتك علشان لي واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقة وشهادة ملاد بدل اللي ضعه منك انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسان حل و والدتك نعمة سيد خليفة كويس قوي بيختلهمني كده في ورقة عشان انا بغنسلوا حاجة عالمش دفتر والله حاضر يا حاج حاضر ما تاكل ما تاكل يا محروس ما تاكل يا زيني انسكي يا زيني انسكي يا محروس استمريلك حاجة يلا موسيقى 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 يعني اي حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع على الزلب بطاقة؟ لا حول ولا قواتها إلا من ليه؟ ده أنا بقالي شهرة على الحال ده يا دي الكسوفة ودي وشك منك وفين ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده أنت في بيتك هنا وفي عينينا ده أنت مريتش عليّ البيت بدل بنتي صباح تفسير فيش حاجة يا بنتي بس هو في مشكلة زيارة كده إن اسمك متشابه مع اسمين وكذلك اسم والدتك متشابه برضو مع اتنين ستات واحدة من المحلة والتانية من سواج كده على قد مفتكر وإنت كمان كنت قلتيلي إن البطاقة الشخصية بتاعت كل دوعت منك كانت طالع من اسم عين شمس طب ما أقول لك على حاجة صباح قول يا طب ما إحنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص لإسمها وشهادة ميلاد جديدة زيها برضو على إنك سقط قيد هو عوا كده ينفع؟ لا كله بينفع بالفلوس بينفع بالمعارف بالحب كله بينفع فيش حاجة هنا بتنفعش بس هو كده يبقى حلالي حاجة ايه الضررات وباح المحظرات حاجة وبعدين انت مش بتقولي إن هي بنت نهيس وإنت ضمناها وزي بنتي يا لهو دي بنتي فعلا طب هتسيبها كده بلا هوية خلاص بقى يا زينب مؤضية بإذن الله بس انت بقى روح يا تينا السمك قبل ما يتنقد حاضري حاجة وهركب المشروع من ناحية البحر ساحب برافق عليك يا اخت فالح وليه ما انا وصلها من كده كده نائز حلوة قوي دا جاتلك توصيلة على الجاهز خلي بالك من نفسك حاضر يا حبار ونقل سمك طازة وحلو هعمل كده خلدي بالك عليها دي أمانة عندنا يا ابن فعنينا صلاحي يا سلام عليكم حاجة سلام عليكم عليكم السلام وطب وبركاته هيا هرجع لك إنا تانا هنكلم عن جردو عزي ماشي مستميك تفكرين يا حسين التعملي ايه؟ منحجة مدياني فلوس والله العظيم ما يحسن عليك ماشي بك سمك والله عزيز السلام عليكم بس أنا خايفة للحجة تزعم من ايه؟ عشان مشتريناش السمك من حلعة زي ما هي قانا يا ستي ما تخفيش يا رجل دا حاجته بتطلع من البحر طازي وإنتي بنقية كم سمك أحلقوها ولسه لما تدقوا عماي الإيدي يا ستي تسلم إيدك من قابل اسكندرية حلوة قوي اسكندرية طبعا عروسة بس تزمي حروس هنا ينفع أطلب منك طلب انت تؤمر هو مرسى بالعباس قريب من هنا مرسى؟ هو يعني مش قوي خير أصلي كان نفسها روح تزوره وأغال الفتحة ينفع؟ ينفع طبع بجد؟ اه طبع تنحب بقى تزوري الأولاية وكده؟ هو دا بقى ست المرسى بالعباس بسم الله ما شاء الله أنا هنزل أصلي بقى يبقى دايلي معاك بقى إيه دا أنت مش نازل معايا؟ أنا أسترناكي أنا ماشي ما تأخريش يا زينة حاول أنا شغلية نلف في الشوارع ونقابل الناس يعني بنعرف في البناء دمونك وزينة بدي روح أطيبه عم والله يا أخويا أنا شايف اللي أنت شايفه بالظهر بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصة شوية تفكر تفكر عشان يحصل يا صلى الله البيت مقطوع من الشجرة وقاعدة معاك إيه اللي هيتغيضي؟ طب هنسأل مين طيب عشان نعرف أنا أخادي وبعدين بني وبينك يا أخويا أنا ما صدقت إن قلب مال لوحدة بعد ما الفضل الله يا رحمة بصي صباحا نتكلم الحاجة مصوحة خليها تصالحة إذا كانت توافقت تتجوزني ولا أعطب منعنا يا بي مش تقولي في الخير إن شاء الله يرقيني يا عبادة حلمتي ولا لسا؟ لا ده أنا لسا كنت هصلي طيب أنا عاوزك في كلمتين أعاطي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام محروس أخو الحاج صلاح عايزي تجوزك إيه رأيك؟ لا إله إلا الله أنا بقالي عندكو بس ثلاثة أسابيع ومعرفش محروس وبعدين ده ما بصليش يوم ما وصلني سوق السمك طلبت منه أزور المرسى بقول عباس وأم وداني وفضل وقف على باب الجامع وأنا كنت مستنية يدخل يصلي وما صلاش وكان وقت صلاة الدهر طب بقى أنت مش بتستقيني؟ محروس ده مفيش أطيب منه لو لافت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طبته طب ده اللي عمله مع امراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله ده كان شايله على رأسه شيء خير كده بقى محروس عنده شقة ملك وعنده تاكسيين هو مش بعيد عن ربنا ده رايب منه قوي بس ساعات الراكل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتقالل حاله إن شاء الله وأنا ما بتغادش عليك أنا بقولك فكاري وقولي لي رأيك بابا أنا عايزة أسألك سؤال حاجة اسأل يا حبيبتي هو أنا لو ما تجوزتش محروس هتزعل مني لا إله إلا الله ليه بتقولي كده جوزك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليك حاجة تانية خالص وسواء تجوزتي محروس أو ما تجوزتهوش انت بنتي هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضو بتحبك بنا يخليكي ليه يا حاجة ليه يا حبيبتي كده ده انت زي صباح ده انت بنتي ربنا يخليك ليه يا حاجة حبيبتي كده تمام تسابق 5 سنين عمور يا فنين لا وهو فيش دكتورة ستة هنا لا فيه ماشي يا استنعي تعالي يا دكتورة منارة السلام عليكم ما عندكم مسترين اتفضلت وانت لازم تسمع ممكن تمشي لو سمحت انا عرفت اللي بيتباع عندكم حاجة كده مستورده ايه هو دواء لا هو مش دواء المال ايه اصلا انا هتجوز الله يبارك فيك في هندي لا انا اسفل في هندي امش تقولي عندي الهندي بربعة مية وتمانين وعندي تايلاندي بثمنمية وفي حاجة سيني بثلت ومية جنيه السيني سيني اصلا 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 سندقى ألف مبروك ألف مبروك يا زينة جدعني أمشدك يا مصرح فاهموا اللي بنتشفاها شد حيلك مبروك ربنا يتمن بخير يا رب يا جماعة مشكلين يا ربنا وصل هنا نجملكم في الأفراح سيبوا إرسال لوحدهم نجملكم في الأفراح إن شاء الله الحمد لله الحمد لله إيه ده؟ تعالي هنا بنت إيه اللي مقافك إيهنا؟ يا هالا! تعالي خدي بنتك هاي تقوم معهم شوية مفيش شوية ولا شويتين يلا بنتين يلا يلا بس خلصنا كله حاضر حبيب يا صلاح كانش رضي يقفل نورت بيتك عروسة إيه رايك في الشقة حلوة والله إنت اللي حلوة زي الأمر أنا عايز نقولك على حاجة يمكن يكون الوقت مش مناسب بس هنقولك أنا كنت بحب مرات الله يرحمها أكتر من أي حدا في الدنيا ولما ربنا افتكرها قلت خلاص مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني لحد ما شفتك ساعت إن كنا في المكتب عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جواي عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينا صحيح إنا يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية بس أنا حس إن إحنا نكون مبسوطين أول مع بعض ونخلي فيجي خمستاشر عائل بس أنا في حاجة لازم أقولك علي محروس وننفعش أخبيه عنك حاجة اللي منفعش تخبيه عني يا زينا أصلاً 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 مش هينفعيش مع واحد مش قرائد من ربنا أه؟ أنا عايزك تسولي يا محروس يا ستة صلي عايز انا صوم اتنين وخميس كمان عايزك تئم بيا وصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي ان شاء الله هيكرم بنتي وش الخير لا يا دي يا بيت تطمينيني عليك ليلتك عدت تمام يا بيت تكلمي وريحيني ما تتكلمي بقى اقولك ايه بس يا حاج دي انا منبرح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليك طب عارفة والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليك اه بس امانت الله يا حاج محروس دي طلع طيب وابن حلال او الا قوليلي هي مراته بقى لها قد ايه ميتة اه بقى لها كده يجي سنتين وحرفة من ساعتها ما شامش ريحة ست بس بقولك ايه محروس جوزك ده ايده سايبة انا من ربيه وعرفاه عرفة ده لو كان وعي الروح كان زمانه بنى عمارة اه ما هو باين الله اكبر علي ده كريم قوي بس لازم بقى تاخد بالك منه اه انت سنة والتانية هيبقى عندك عيل ولا عيلين رتبي حياتك بقى يا حبيبتي على مهلك عليها شوية حاج انا مجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعامل انت بس فهميني وانا هنفس هقولك جوه حلوه اول نهاردة وببحر داي اقولت اجيدي بقى شطة عايدة ده انضف شطة في اسكندالية كلها اه بس انا اه عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخر على دور بارد لا مفيش ده سبون مبارح رخم خرجنا عن شهوري ما عليش يخون المر peak فيدرجة انا هنا هرنقض هنقض هو عادي هنا اوه هيترضونا ايه انا ليها معارف هنا وحبيبك كتير خش زي الباشا ماشي ياباشا ابدا اللي ايدك مخرومة ممكن بدل التكسيين يبقى عندك وعمرة عندهم الماصباح قالت هاههه فيد ومرuminت بس ما زال ف�리가 استي واحنا نش littين يا ستة هو إحنا نيش مرتين هي مرة واحدة والحمد لله أنا مسطورة معايا ومرزة دي نعمة ولازم نتمتع بيها سيبكم الكلام من الصباح كل واحد عايش على الطريق اللي تريحه شكلك كده على طول هتعمل في دماغك وتقولها علي إقناعك بس لا خالص إحنا نتكلم ونتناقش والأصلح اللي حياتنا يمشي برضو يا ني مش هقدر أنكر كلامك حلو أنا مش عارف أقولك لأ على حاجة طب انت بتضحك عليه أنا بيتكلم بجذ والله طاب يا ستة خلاص أنا مش هتطاقش معك في حاجة أيدي اللي أنت عايش dáعة منكم خلو كده رب أنا يفرح قلبك ويقدرني لنا سعدك وعاينيwonك وانت يا إحكاة الخاتل اللي أنت نابسة فيه آم تاني؟ وأنا قلت لك ده بتاع أبوا وأنا قررت أنه عبلي مع الوى من يدي يا رحمة، ما كان نفسي شوفه وقمنا هو كان كفيف بس كان طيب ما بيصلمه بفوتش فرد كان كلام حلو يدخل القلبي كده يطمناك كنتش بعمل من القعدة معي متهيئ لكل الأبوات لازين يبقوا زي هو كان رجل جميل واسمه جميل هو مين دل اسمه جميل؟ انتي بش قلتليني بوك اسمه أحمد محمد هو ما نحكيلك هو كان له اسمي ناصلنا بويا كنا بمبننا يعني بجندهله جميل بس في البطاقة ولرق الرسمي كده كان اسمه أحمد محمد كنتو بتدلعه يعني طب ما لك من ليه اسمي؟ مجلد؟ واسمك إيه بقى غير محروس؟ روسة بس أصحاب القرهبين بس هم اللي بيندهون بيه روسة؟ انتي قولي ليه روستي بسك كده روستي ايه؟ محروس كده أحلى وأرجل مش عاجبني روسة ده يبقى محروس؟ اه يا سلام؟ ما عايز يقولين؟ ما عايز كده قدام قدام الناس بس إيه احنا بروحاتنا ما حاجتش عاجة عندنا زين ألامي؟ هي الناس ماشية عمالت كده ازاي؟ انت عايز ما بنمشي ازاي؟ ده صيف يا زينة بالناس عشار قل لي صيف عايز تقول كده يا محروس انت متدايم وتعرف رباني استغفر الله العظيم برضو السطر حلو انت بتبص على عادي عادي هو إيه اللي عادي؟ ايه مشكلة ما سفتك هيا؟ بحر انت راح مورسة بالعباس ده خطوتين من هنا استغفر الله ربي وقتوب وقليه هاتي يا حرم طب مش كنت تستني نصلي سوا لا ده مش العيشة انا بصلي ركعتين شكر لله اصلنا ربنا كرمني بك يا محروس والله العظيم ربنا كرم ننا ده انا حسنا دخلتك ده انا انا راح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا خليك امت انا هعملهولك انا عايز اعملك شاي بايدي الحمد والشكر ليك يا رب والشاي الشاي الشاي اعملك يا حبيبي الشاي بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يشي 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 يا يا محروس يا رب يا رب يا رب لو عزك لا بس انا شخفني لا اعجيل تحكي لي يا زيل ما دقيقته ليش ما تفسي كلاش سبعي بتعملش كده بتتخط خربية الكزينة دي خربية الكزينة دي طبعي دي 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 مال ؟ يا حبيبت خطتها ما تتخطيش حبيبتي ما تتخطيش من تتخطيش ما تتسعليش حدي ربي سحليي يا زينب دي دي حرباي أهلاً وسهلاً شليها بس من قداماً أنا مش قادر نبصلها ليه دي غالبانة؟ لا بتهش ولا بتنش مطرح ما بتحطها بتردى وبتوافق والله العظيم طب بيبقى هتيها تنام جنبنا يا زينب هم؟ ديم خليها معاكي ليه؟ أصلي أصلي أنا أي حاجة بحلمها هم؟ بتتحقق وأنا حلمت بيها بالحرباية؟ آه جاتلي في المنام وبتتكلم قالتلي إيه بقى؟ لا دي رؤية كده قالتلي كيه الحرباية يا زينب؟ قالتلي إن لو صحبتها ربنا هيبعد لي أيام حلوة ويساعد فتاني يوم وإن عالكورنش بافتر روحت شفتها في افتكارة الحلم فروحت جايباها وجاي على طول ببص ربنا حقق الحلم وأكرمني بقدع راجل وبيت وإيلة أدع بس معي محبوس ربنا يجمل الحلو يحققه وتفضل معي طول العمر ببنا يخدها بص حلوة الوين هبتتغير حدها حلوة ايه بس يا زينب حلوة ايه يا زينب بتوشي كده برضه هتتعود عليها بس الله سمع الله لمنعك موسيقى 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 هو دي رقم عم جميلة طب معلش أصل الرقم اللي أنا حافظه متلخبط في دماغي أنا اللي كلمتك مبارح يا سيدي متأسفة معليش أنا أسفة عالسلامي مهدى صوتك إزايك يا عم جميل أنا عسلية وحشتني قوي تليفوني دعوه ما عرفتش هوصلك أحوذ أكلمك كتير عاملة إيه يا عسلية أنا كويس إزايك أنت كويس؟ كويس الحمد لله لوحدي يا عسلية قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحمل أنا كنت فاكر كنستيني خلاص قسك إزاي يا أبدا أنت من رحة الغالي عسلية أنا كنت قلتلك مرة ما تجيشت زوريني عشان جوزك ما يزعلش مني بس أنا رجعت في كلامي يا عسلية رجعت في كلامي وبيقولك تعالي زوريني ولو مرة ولو مرة واحدة حاضر حاضر أجيلك والله لازم أجيلك أسرية لوحدة لوحدة يا أسرية يا حبيبتي جبنالك أحلى قريسة في اسكندرية مالكة زينب أنت معياتها؟ لا ما تقلعش أوي كده مفيش أنا بس افتكرت أبويا وأم الله يرحم يا ستة تعيش وتفتكر أنا يخليك لي يا رب بقولك ايه تعالي مفيه؟ تعالي بس أسنع من هنا؟ خشي برجلك اليمين سيدة الدوق أنت مجلون يا محروس؟ برجلك اليمين ماشي خشي هرطول هنا ونفخوا الأبواء أعود أنت تسحب ماما ده عينك ماما تتحرك يلعوي؟ بتعمين الدهب ده كله يا محروس؟ بتوعنا وانت لو انت بس ده كثير قوي أربعمية وعشرين جرام أصلي كانت في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس مش تريدها ومن النهاردة التفلوس دي بتاعت أنا وانت لو انت؟ بس كده في إيدك الكريمة الجميلة إيه الزبدة ملوكي ده بداعين الله طب ما فيش هنا أهو انت مش هتقلع الخاتم ده بقى زينة لا أنا أرضي لك لا ما انت عارف ده بتاع المرحمة بولي الله يرحم ماشي ماشي طيب ما شاء الله الجميلة ده هو ما صلي عن نبي يا لهوي كل دي فلوس بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسين ان انا حرام يا زينة دول خمسين ألف جني آخر قصة بطولة عربية ودول بقى هننزل كده نشتليك إيه خمس ست طقم من غاليين قوي وكم قميس نومها وانمي والخلخيل عليكي انا عايزك مبسوطة بس يا زينة ربنا يخلك ليه يا محروس ولا يحرمني من دحكتك الحلوة دي أبدا بقولك ايه انا اروح اشوي لك دينيساية ماشي طيب والهاريسة الهاريسة نحلي بقى بعد الدينيساية بقى طيب وبعد الهاريسة هيدي عايزة كلام هنقايل شوية نقايل حصرين على المطبخة وزن يا لهوي ما يشتبه ايه فيش الحلوة دي أبعدني روش عالبنات يغالك يبعث لعز حاصر يا عمو انسي يا عمو انسي وطلق مرة واتنين محششة غنة ده ايه ده مصروشي ولا ايه؟ مرتبك اللهم البيت درية راشد اتفكر الحمد مغك شوية لما عوز منك حاجة عطلبها العبدي للجاة مؤسسها بدفع مرتبات في شهر جنيه ألف جنيه لمين؟ للي شغالين معاي حريم رجالة جوه وبره وفيهم بشاوات يا لعب يا عمو سي انت بيك موفي لسه انا يا دوب حلقة في السلسلة وعايزش بوك الجنبي بس واحدة واحدة بونو يا عزي ايه دوباية ايه 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 هروح اجيب سكرة بعادي بعادي انا بحب بعود مناكي بعادي غنوة حكيتلي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم كانت ليلة السودة السودة بقى ولا مسسودة؟ او خلاص الغمة تشالك واحنا بقينا تمام زي الفل ومعليناش اي حاجة صح ولا مصح نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف قتلة عاشتنا انا مش هرقصتي لا ما ترقصيش مين اللي قال ترقصي انا قلت ترقصي انتي هتبقي نجمة الكبارية ماما هخليكي نجمة الكبارية انا فكر ده بقالي تلاتين سنة بعوني اللاق شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحدة واحدة انما انتي شرباط دمك شفيف لونا بتعرفي ترقصي بتعرف تعملي كل حاجة او خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح ونشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد عارف راشد ده اللي قالب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيخطفي منهم عارف راشد يبقى مين يبقى مين صابي من سوبيان علي جوزي ما تحكمش بيها علينا يا رب مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقت حي اخرك ما تعرفش علي علي دفته هو جدع دم محامي تصدق انا غلطانة دي روحت اشتغلت عندكم يارب ما حد يقوله هاعمل ايه بس اللي ده الحاجة ماي الحاجة لسه موجودة يا تنتو الحاجة لسه موجودة باموت في السمارة بص يا تنتو عشان انتي حاببتي انا هعمل معكي حاجة ما بعملهاش مع حد خاص انا هتديكي مرة ونص قدر لطلبتي مش انتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني خلاص اشتغلي معايا الشهر اشتغلي معايا الشهر لغاية ما لاقي حد غيرك يا حاببتي انت ما بتسمعش قلتلك مش هرجع رقص تاني لا هترقصي يا تنتو هترقصي هترقصي يا حاببتي انا مش فتح بقالة انا فتح محل وداير وناس بتاكل من وراء عيش وانا مالي ما تنزل من دماغي انا عندي حاجات عايز اعمالها بص يا حاببتي انا اقدر تبعوني الله اخذك كده هيلة بينا واشيلك وارزعك في وسط الكبالي وترقصي ورجلك فوق رقابتك بس انا مش هعمل كده انا بحب بحبك قوي كمان انا اسيبك تاختي راحتك وتشوري عقلك وتاختي كل وقتك وتقومي تعمليلي حاجة بقى عشان انا بيت من الجوع حاضر حياتي هربية فين مش هرفاونا جوه حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر دي كانت معا طول ما هي عندكو هيلة ولقيتها في مصر وعالكورنيش وجابيت انا مش فاهم ده ايه طب و دي بتعمل بيها ايه انا عارف يا صلاح قال حلمت بيها ولقيتها وجابيتها في الحاجة ولا جابيتها في الحاجة انا بلعنى طب و دي فيها ايه بتعارف له ايه ابن حنال بنت عمتي ماذا؟ بيه رب سحارف وتعابين مش الحلبية اللي بتتلون دي ايوه يا حج هي انا مالي طب وفيها ايه انت خايف منها ولا ايه على فاكرة دي ما بتقزيش دي ولا حاجة خالص طب بقولك ايه ما تجيب من الاخر كده وتقولي انت بتلف وتدور حوالين ايه هي البتة فيها عيب لا والله ما فاش عيب ولا حاجة بيت لوزة بس يعني واخدها جد قوي بتفهمنا في ايه لا لا انا فهمت خلاص يا حج طيب انا هستأذنكو بس خامسة كده هوصل لحدها واجلكو تاني استني هتقوليها ايه بس ما تخافش ده كلام بين الستات وبعضوهم ما تقلقش هقولها الكلام طلع منا انا يلا عن اذنكو طبنا هدع البركة على ايدك حاجة ان شاء الله يا اخو ايه بإذنكو ما يجبها اللي ستتها حاضر حاضر اهلا 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 الله السلام عليكم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم دي اوحدة حمر لحمة واجيلة لا 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 تعالي تعال انا عايزاك كده في كلمتين و هنزل على طول عصلي محروس دمانه على وصوله لا هو هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغو شوية انا بس عايز اتكلم معاك كلمتين خيري حاجة في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ ايه السؤال الغريب ده ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنت ردي علي و ريحيني بيشتغل سواق تاكسي يعني صندوق الدنيا يعني بيورد عليه أشكال والوان ستات حلوين بنت أمارات هوانم يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عنيها فوسط راسها ما تخلهوش يفكر في حد تاني غيرها لازم بقى تبقى هيا ايه؟ مركزة معاه ملك يا بيت متى الناحة كده ليه؟ انت فهم اللي انا بقوله هو كان محروس اشتكالك مني في حاجة؟ لا أبدا ده بيقول انت نعمة من ربنا هدية وانت فعلا ست وزي القمر بس لازم بقى كمان تدور على راح الجزعة يعني يعني استغفر الله العظيم يا رب هي مش عيب بس يعني تدلعو تنخشو ترقص له ترقص له بتعرفي ترقصي ولا لأ أعرف ده انت فيان يا وزة؟ انت فيان يا وزة؟ معقول يا سايباني ده كله تعمل إيه جوه؟ تعالي ده فيه أخبار من أيها ده هادي قطرين دخلوا في بعضهم وانه ينفسكم؟ ترقص له اشتركوا في القناة 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 مالا، ماش مفتاحوه يعنوه بطريقة دي معلش يا ف rounds ا lying? اي ده, اي ده 国 контр استغفر الله العظيمة يا رب استغفر الله العظيمة يا رب لا يا حاج اتا الدكتور ما قالش حاجه هلط ده بقول إن الحجه الحمدلله كويسه ما قلني له هسألك قرار التلقاطة ولكن اسألك البدار آله وطفا فيها استغفر الله العظيمة هو حاوص فين كل ده عابب أم الف засد Ums استغفر الله العظيمة استغفر الله العظيمة استغفر الله هاولو احنا فوق اتقلم بالذات هاولو احنا فوق اتقلم بالذات با.. الحمد لله وانا اعمى بالله يا اخو مش هتكلم لي علي با يا اخو ايه فاكر جوز هاقعد عليها وولا ايه مش تتساني لما نعرف اذا كان ينفع ولا لا تلا جيتلك عشتو ست ولا انت واخده على البلد ولا ايه اخو هارك صباح الرضا يا كبير البشاوات بعد اذن معاليت مزنوقين في مكالمة الاخوية علي معاليتش البركة فيك او مش كله كده مع بمعدو فيها جواز وطلق وحضانة يعني حوارك كده مش عايزين نشغلك بيها حبيبي يا عموغم ربنا يوسى عليك اسلام معالف السبب مع السلام انا ما يبقى جنبه هخليك اتكلميه ما نشوف كل يا اخو يا كور انت عارف انا كنت حروح فيه بكرة كنت رحروح اشوف حالي واقوله انك هطفتني واشوف هيعمل فيك ايه انت مش مصدقني يا فتون بقول تقلب عبت لسانه احضرك هنا يعني هو عايزني اوضحين ابن اربع حطان اكل واشرب وناب زي المعايز الموضوع ده تقفل ما تقفلش الحطة بحشيشي علي اوه هلو هلو يا ست الستات هلو يا علي وحشتين لا بجد وحشتيني قوي قويش كلميني دلوقتي يا فتون عاصية ده انت اكدع مرة في الدينة دي كلها والله على عظيم واحدة ربنا راشد خطفني خطفني وهدني عند واحد صحبه انا اللي قلت الراشد يخطفك عارفها ليه عشان انت ست واطية ما مصمتش العشرة ده قتل الونش عشانك قتل الونش عشانك يا واطية عارفها يا فتون لو انت قدامي لانا كنت حفومك انا عارفك وقريك زي كاف في ايدي اتعياطي انت بتكلمنا عند قصة اسمعي يا فتون واكتب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتي ده انا هتبحك اقولك لا لا مش هتبحك ده انا هشرب من دمك اول مخرج من الى فامك ماشي يا سيد الرجالة انا هسمع كلامك هفضل قاعدة مع صاحبك وبن عمك دون مش انت عايز كده ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص يا سيد هفضل اكلمك في التليفون وكل ما اكلمك اهددني بديني يا راشد شكرا يا سيد الرجالة اهدد 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 بس يا علي طيب اسمعي يا راشد الفتون مدربش عن عينك طيب مدربش عن عينك اسمع الكلام طيب مدربش يا سيدي بقولك قدامي هي ومش تتحرك من هنا مدربش وخلاص طيب 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 يا علي طيب يلا سلام مهدا مايرديش ربنا انا افضل قادة في المغارة دي السنين دي كلها قبل ما من عمك يغرج مين اللي قال كده بس لا سمح الله علي عايز تطمن عليكي وانتي معي هدعيش برنسيسا هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزه طب ايه رايج في طالع الاسكندرية مين دول اللي طلعو اسكندرية انا وانتوا فتون في مصلحة هنقلصها ناكل اكلة سمك جمدة ونشم شوية هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع حنرح اسكندرية امت دلوقتي استني بقى يا فتون ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معاني ما انت شايف ازا انا هنفسحوك يا فتون قنسي ما تقريني فيه ايه انا اللي سايق يا راشد بالطم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم مالك بس لا تأخذه سنة ولا نوم قاطي لهما في السماوات وما في الارض من دلذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلموا بين أيديهما وخلفهما ولا يحطونا بشيء من المين إلا بمشاء وساعة السمسة وما يقرد وما يقرد يرئيها يعني ساعة الله العظيم عايزة كده ساعة الله العظيم يعني سيكون دي عايزة كده ده ده هيبقى ان شاء الله أمره سهل بإذن الله يا صلاح انا شايف ان احنا نخلص سكة الطب والدول أول لا نعمل مش في السكتين يمكن ربين يساهل بواحد أفضل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انهم احضر لك شو 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 وحضر لها شوية قاتل واحولولوا عقدة دم الليساني أفقاء وقولي صدق الله العظيم والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله لا 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 انا مقدرش اقول اني حبيته بس بس لسه بفكر في الحسن بس بس هو بيحبني عيني بتقول كده ايه انت نمتي وانا بكلمك اسحي اسحي ايه وانا عيش معاها هنا على طول مش انت بخصوطة معاها هنا بتفكروا اما صباحة تخف كنت عايش انا واهلي في ليبيا لما الحرب قامت قلنا ننزل على مصر واحنا في طريقنا المصر ضرب الشغل بقى انا عمالين نيجري نستخبئين وشمال مش عارفين نروح فين بتلعت عصابة على ابويا واخويا قتلوهم ده بحوم قدام عيني ما بقيتش عارفة عامل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فيديا طالبين فنوس وانا ما كانش معاها فلوس نتفحق موسيقى 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 ناصر موسيقى 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 ياه قد إيه كنت محتاجة الخروجة الحلوة جميلة ولو إن مش وقتها والله اللي حصل ده يا زوزولة كان على بال ولا على خار معلش مش حق بطلق إيه اللي انت بتقول ده وإنت زنبك إيه يا محروس ده قد ربنا الحمد لله طالع بس يعني إحنا ماكملناش شهر جواز كنتي بدلا ما تفرحوا خلت في مستشفيات وددالين ومتاهات من هاشتاج ما تقولش كرة وما صباح دي غالية علي وخيرها مغرقني إن كان يا سيدة عالجواز الأيام جاية كتير ادعي بس ربنا يعافيها يا رب يا زين يا رب كنوا عشان رأسطنا أشكر يا أخويا عالغدوى العسل دي ده أنت كنت بتكلف أخي بزالك خلت في عينك وإنت دفع حاجة من جيبك إلا قلولي بقى بحية الفصحة خلصت كده آه خلصت ها سيبتو ساعتين زمن نروح أقضي مصلحة واجهة سيبنا فيه بشاعة بشاعة يا أونس بشاعة يا جبعة أفخم شاعة فيك يا سكندرية الله الله ده صاحبك ده طلعتين الآن ده لسه دفع سيبت ورات بمية في الغدع متبنع ولاي أحد دون الكلام ده يا جدع سيبتو اللي هي عايزة يا يوه يلا بنعشان هتروح للساحب هو عم صلاح رجع ليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل علي يبو أكيد على وصول ممكن ما تخشي انت صح الحاجة خليها تفاول والنبي خليها ده أنا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين عشان بس انت صح الحاجة الخط السلام عليكم ماليكم السلام تفضل يا ستي تفضل يا ستي بيتك مطرحك تفضل يا ستي بيلا يا ستي تفضل يا ستي الله يسلمك يا أخوي ده محروس أخوي الصغير أهلا وسهلا أهلا بك يا أهلا اهلا بك يا أهلا إيه يا زينب وامو صباح أملا إيه الحمد لله ده اسمك زينب خل ما أصل على النبي ده اسم بركة على اسم ستينا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصل عليه الصلاة والسلام طيب أخش لأ أشوفها بعد أسلمها عرسان جدال بس لسه ملحقتوش تعرفوا بعد كويس جوزوا بسرعة قوي تعرفتني حشرة بينسون ولا يفحمتين بس خليهم يحمروا قوي يا حضرلك الخير يا عسلية أنت تفتولي ستكول براكول تكسيت تفتولي تفتولي ستكولة المترجم للقناة 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 والله شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد ستة عجيبة ولا ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي اللي لابسينه مصاباح لا 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 الحكاية بجد صادق الله العظيم اوه فعلاي موذك مالك ازاينا انت تعاليا انا ممكن اقعده النهاردة منازلش لا لا اروح اشوفوا راك ايه دا ربنا سبحانه وتعالى ايه وقول اعماله فسار الله عمالكم ورسوله والمؤمنون صيد الله العظيم أنا مش هغيب أمونا، هدفع بس تامين العربية والتامي جاي إنت هتروح له مصابحه؟ آه أنا حضر الغداء الأول وروح له طيب محروس خد بالك من نفسك بقى حاضر أنا عايزك أنت لتغذباتك من نفسك حبيبتي الحمد لله يا رب بزعتني بملكة جمال وعندها الإيماند كله في قلبها طيب أعمل إيه؟ وروح فيه؟ رب أنا يخليك إليه يا سوزو يخليك يا محمد أعملك معي عريزة؟ حبيبتي 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 شفتي؟ يا سيت المفاتيح إنت اللي بص في عيني كينسة نفسه يلا حبيبتي سلام عليكم حبيبتي زينر حبيبتي زوزو أمتي فينا أمطتي حجزينا حجزينا حجزيتي حبيبتي زينر 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 سهلا زيني سهلا 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 موسيقى موسيقى المترجم للقناة 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 المترجم للقناة